طيب هنروح لكرة اليد للشباب ودائما من تابع الشباب لانه بيتم تنصعيد الفرق اللعيبة دي عشان تلعب او لعيب في منتخب الشباب او فريق الاهل للشباب عشان لعبهم مع الدرجة الاولى فريق الشباب موريد 2002 بالنادي الاهل بقاعدة الكابتن او المدير الفني احمد السحيلي فاز على فريق المعادل نتيجة 1924 الماتش تلعب من بقى حصات امير عبدالله الفصل بأهل الجزيرة فرقة 2002 بتضم لعيبة مميزة وكويسة جدا زمانة حضراتكم بيتم الاستعانة بها في الفريق الاول في فترات كتيرة جدا لما بيحصل عنده عجز في بعض الملاكز اول حاجة بيبص عليها فريق الشباب وبيضم مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين جايدين سواء في حرص المرمة او في الخط الخلفي او في الونجات او في الدايرة كل دول مجموعة بيبقايسة جدا فاحنا من الوقت للتاني بنتبع اخبارهم وما ماشين كويس معهم مدير فن قدير احمد السحيلي يمكن اللي كان مسك الفرقة دي او السن ده السنة اللي فاتت كان كابتن صبر حسين ولكن كابتن صبر حسين استعانوا به في منتخب مصر فطبعا لبى النداء ومع منتخب مصر بيتمرنوا كل اسبوع ثلاث ايام استعدادا لبطولاتهم القادمة غالبا هتبقى اول بطولة ليهم بطولة افريقيا ان شاء الله اشتركوا في القناة